السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم باليمن والبركات أنا في السيارة والإضاءة شوية فمشوا حالكم في قصة مضحكة حبيت أشارككم فيها خلينا نسوي مقدمة بسيطة للقصة في المغرب الأماكن لما توقف توقف سيارتك فيها أنا تكلمت فيها قبل كده أنه في ناس مسؤولين عن هذه المواقف يسمهم عساسة ومفردها عساس تقريبا معظم الأماكن توقف فيها هتلاقي فيه واحد مسؤول عنها ويعني لازم تتفعله هذا الموضوع حتى في الأماكن السكنية يعني هتلاقي عماير الناس مستاجرين وساكنين فيها وسياراتهم تحت فتلاقي برضو فيه عساسين مسؤولين عن السيارات وعادة أن العساسة في الأماكن السكنية يقسموها أنا أعتقد عشرين متر مربع مية متر مربع كده المهم عشرين لا مرة قليلا مية متر مربع مية زي كده المهم يقسموها بينهم كل واحد فيهم مسؤول عن مربع معين السيارات اللي توقف فيه وأيضا إيش يسووا يجيبوا أنا شفتها هذه في الأماكن الشعبية في الأحيات الشعبية يجيبوا كلاب على أساس أنه لو واحد تتحرك ولا سوى هذا الكلب يعني هوه إلى آخر فحتلاقي كده مسلا عساس يبنوا لهم كده بيت خشبي صغير أنا قبل كده صورته ويجلس فيه على أساس ينتبه على السيارات وتلاقي بعد مثلا مسافة مية متر ولا ميتين متر واحد برضو كده باني بيت خشبي صغير طبعا نقول بيت يعني ولا يجي حتى كوخ يعني حاجة صغيرة كده خشبي يجلس فيها منها يتم يعني حراسة المنطقة ويجيبوا كلاب المهم في مرة واحد عساس جاب كلبة جديدة يعني والعساس اللي جنبه تابقى قريبا مسافة كده مية متر ولا ميتين متر اللي هي ولا تلوت مية متر في كلب هناك فالكلب شاف الكلبة طول الليل قاعد يهوهيو عليها طول الليل هو يهوهيو عليها طبعا أنا نسيت أقول لكم مربوط الكلب مربوط ما يقدر يعني يروح له المهم فقاعد يهوهيو طول الليل الناس نزعجوا السكان نزعجوا في تاني يوم في الصباح راحوا اشتكوه صار فيها سين وجيم وشكوا يعني فقال لك هذا جاي بكلب طول الليل جاي بكلب طول الليل يمتحنه وزعيق وما دي ما ننام وكده وهذا المهم جاء داكة من السين والجيم زعلان راحل اللي عنده الكلبة المهم فقال لهم مولة الكلبة المهم فقال لهم يا بوي كلبتكم ما دي جايب لنا واحدة كلبة صايع ضايع تيت شدوا الكلبة ديالكم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ايش معنى ما تروح على الناحية هديك التانية تيجي على الناحية اللي فيها الكلب حقي فكلبتك فيها ويخطيها ووتيت وكذا يقول له يا حبيب كلبك اللي صايع وضايع وكلبته ما هي مقنعته وقاعد يدور ترى من جيه صار فيها مشكلة ترى ما يعني يمكن الكلام اللي أنا بقوله شوية لكن صارت فيها مشكلة واشدوا الكلب ديالكم واشدوا الكلبة ديالكم ويقول لك ايش وشي سمو داروا فيها المواس يعني وصلت اللي تضرب بالسكاكين يعني صارت فيها مضاربة تضرب فيها بالسكاكين وكل واحد فيهم يقول له الكلب حقك والتاني يقول له الكلبة حقتك أنا طبعا عند شاركت كذا موقف مضحك في الشورت بس لقيت الشورت فترة قصيرة ما حقدر يعني أخذ راحتي شوفوا كده ترى الدقائق وصول يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته